مشكلة كل واحد وحسابه انه يعرف وهو شنو كتب بالحساب مشكلتك ان انت تعرف منه انت تتبع ومنه يتبعك يعني تتبع يعني فالو مو تتبع كتوجه فانت لما تكتب شي الناس يسولك رتويت الآن اصبح الرتويت اذا هو مسيء او فيه من التجريح او التجريم يلحقك فبالتالي اذا انت عندك حساب وانت مغرد وانت مؤثر او غير مؤثر وانت تطرقت حق اسم معين ولا شخص تطرق حق اسم معين وانت تويت لرتويت ترى انت راح تلاحق راح يلاحقونك يعني نيابة الاعلام شقالة عدل في هذا المجال جرام الكترونية شقالة عيزنا وحنا نقول لكم وننبهكم يا جماعة ديركم من تم تطبيق قانون المرئي والمسموع هناك كثيرين اللي ما يحسون فيها اللي موته لما يسحبونهم النيابة ايهم تيلفون اتصال الله بالخير شرفنا النيابة شنو الموضوع انا اقول لكم من الحين شنو الموضوع ما يقول لك فانت راح تعيش مرحلة اتخيل ايك اتصال يوم الخميس يقول لك يوم الاحد عندك حضور عندنا في نيابة الاعلام الدور في المكان الفلاني الدور الفلاني مع الوكيل النيابة الفلاني انت راح تعيش في هالمرحلة في هذا الكابوس غير عارف انت على شنو تم استدعائك وانت راح تعرف اقول لكم من الحين ما تعرف لما تروح جدام وكيل النيابة المسؤول عن هذه القضية اللي هو ياما ان انت سويت شي خطأ او ان انت سويت رتويت لشي خطأ فبالتالي اللي ماسك حساب كونك انت مسؤول عن هذا الحساب فانت مسائل ومسؤول عن اي كلمة انت تكتبها او اي رتويت انت تسوي حقا نصيحة اخوية وتعبت وانا اقول لكم انا لما اروح واشوف الحالات الموجودة من ناس صغار يعني على على 19 سنة 20 سنة 21 سنة ينفع لون بسبب مثلا طلال سوى فيديو انا سويت فيديو انا استفزيتكم بالفيديو هذا لما سويته ابيكم تسبوني ابيكم تتكلمون فيني وبالتالي عندي محامين قاعدين سخون كل شي انتوا تقولونه كل واحد عنده محامة جماعة والمحامي مسؤول ونكتب احنا ونقول لكم تارى يا جماعة الحساب الفلاني على المكتب الفلاني يمثل قانونيا يمثل قانونيا معناتها اي شي انتوا تسوونا خطأ سيتم ملاحقتكم قانونيا وعن طريق نيابة الاعلام وعن طريق الجرام الاكترونية فالأحد يقول لي انا والله متخفي تحت حساب وهمي انزين ولا انا كاتب سبع البرنبة مستحيل يعرفون انا من يعرفون راح يعرفون عندهم الاجهزة وعندهم القدرة انهم يقدرون يتبعونك وينما كنت عن طريق شنو الاي بي تلفون هذا ترويج يعني ليش سمو 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 لانه يطلعون يطلعونك وينما كنت انت وباي سيستم حتى لما يقول لك والله لا والله يسوا عن طريق ال في بي ما راح يطلعون عليك انت من امريكا ولا من الكويت لا لا يعرفون لان كلها هذه الاجهزة تليد الى اللي هو الاي بي التلفون هذا التلفون هذا وينه يتابعونك انت وينما كنت فانت اذا كنت بالكويت سهل الحصول عليك انت خارج الكويت راح يعرفون شون يتعاملون معك فبالتالي ليش تحطوا نفسكم في هذه المواقف الشحق الواحد كثر ما ينصح كثر ما يقول لكم يا جماعة ديروا بالكم ديروا بالكم الحين هناك شريحة يعني لا يستهان فيها من الناس اللي مراضين يتعلمون او معارفين انها في حدود معينة انت تكتب او تقدر تجرح او تطعن بالعلن انت طلعت بالعلن وتكلمت انزين خلنا نقول لكم مثال لما واحد يطلع معانا هنا اتصال بالتلفون ويتكلم عن شخص بالاسم ليش احنا نروح محكمة يلقى الشخص هذا اللي تكلم ويحب المحكمة يدك تلفون وانا ترى مو قصدي يا ابو مشاري انا لما تكلمت قلت لك هونك تكلمت على العلن بالعلن وتكلمت والناس كلها سمعتك من حق الطرف الثاني انه يتخذ اجراءات تحفظ حقه وكرامته وانه يحمي نفسه من التجريح اللي صار فوق هذا شكراكم بهالفيديو ناس وايد يقولون ما لي خلق ادفع خمس تالف واحد هذي اللي عرفوا هذي اللي تعلموا هذي اللي شافوا ربعهم انسحبوا فبالي لما يقول انا ما لي خلق ادفع خمس تالف واحد دينار معناه تعرفوا ان هناك اجراءات قانونية قاعدة تتمو بعضهم يستفزون كم عشان ستة ستة مغردين الف ومائة قضية عليهم ستة الف ومائة يعني كل واحد تقريبا متين متين وشي تقريبا عليهم فما هو عدد شوية تخيل ان انت عندك شريحة بالالاف منزين وكلهم تفاعلوا على خبر وردوا عليك بالخبر هذا وردوا عليك بالخبر هذا كله وكلكم محاسبين شنو كتبتوا بهذا بالمنصة الاعلانية اللي احنا نسميها نسميها تويتر نسميها سوشال ميديا نسميها دمار ميديا لانه دمرت ناس وائد واذت ناس وائد والان يحالون الى القضاء ناس وائد ولا تفتكر خمسة الاف وواحد هي اول مرحلة يعتمد على قوة الكلام اللي انت كتبت قوة السب اللي انت سويته او قضية وكثير ترى التجه بالتوجه وقفه وعشان ما نمخدشون لا نيابة ولا محاكم فاذا انت او انت ما لكم خلق هذه السوالف تزموا في الحدود اللي انتم معروف ومسموح لكم فيها انكم ما تجاوزونها في قانون مريونس وفي دولة